حذرت واشنطن جميع الأطراف في المنطقة من تقويد جهود التوصل لوقف إطلاق النار بقطع غزة وقدمت الولايات المتحدة خلال محدثات الدوحة وساطة مصرية قطرية مقترحا إلى حماس وإسرائيل لتقليص الفجوات بين الطرفين في الوقت الذي يبعث فيه الوسطاء في الشرق الأوسط برسالة أمل فيما يتعلق بإمكانية إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة بعد محادثات الدوحة تمضي إسرائيل في اتجاه آخر ضاربة عرض الحائط بتلك الجهود الرامية لمنع توسيع رقعة الصراع مع استمرار العدوان على غزة واشتعار الجبهة اللبنانية إلا أن واشنطن حليفة إسرائيل الرئيسي وجهت رسالة تحذير لجميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي نهاية محادثات الدوحة قدمت الولايات المتحدة بدعم مصري قطري مقترحا إلى حماس وإسرائيل يقلص الفجوات بين الطرفين وينبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق ويكتمع كبار المسؤولين من حكومات الوسطاء مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل بهدف إبرام الصفقة بموجب الشروط المطروحة ومن المقرر أن تواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجوزيات الإنسانية الشاملة للاتفاق بالإضافة إلى الجوزيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين الوسطاء رغم التفاؤل الحذر أكدوا أن الوقت ما عاد رفاهية وأنه لا يمكن قبول مبرر من أي طرف لمزيد من التأخير وأن الطريقة بات ممهدا لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية وأصدرت إسرائيل بيانا غامضا أعلنت فيه أنها تقدر جهود الوسطاء كما لم يبدو بيان حماس متحمسا بشأن أحدث صفقة مقترحة لإنهاء الحرب في غزة إلا أن وقف إطلاق النار يظل أفضل أمل لتجنب صراع إقليمي أكبر